خصى سفير المغرب لدى الكويت علي بن عيسى السياسة بأول حديث لوسيلة أعلامية عقب ساعات من تقديم أوراق اعتماده إلى سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ناقلا تحيات الملك محمد السادس إلى سمو الأمير شيخ النواف الأحمد وسمو نائبه ولي العهد وحرص جلالته الكبير على الرقيب على قاتل بلدين بما يستجيب لي تموحاتهما وتطلع شعبيهما وأكد أن خطة عمله في الكويت تنصب على المساهمة الفعالة في تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف الميادين التنموية والاستثمارية والتجارية والسياحية والثقافية والاجتماعية والعمل على الاستفادة المتبدلة والمثلة من تجارب البلدين وبما يسخران به من مقاومات وأمكانيات مادية وبشرية مثمنا مواقف الكويت النبيلة والمبدئية الداعمة للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أراضيها كافة وأشار إلى أن مباحثات وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر في المغرب ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة تدفع بالعلاقات إلى مستويات أعلى تستجيب لما يتطلع إليه البلدان متوقعا أن تلتأ من لجنة العليا المشتركة هذا العام لإضافة لبنات أخرى إلى صرح التعاون وتطلع إلى أطلاق حملة المغرب أرض الأنوار في الكويت للتعريف بالمؤهلات السياحية لفتا إلى أن تسيير طيران مباشر للكويتية إلى الدار البيضاء في الأول من يونيو المقبل يزيد من حركة السفر والسياحة وتطرق ابن عيسى إلى موضوعات عدة تتعلق بعلاقة المغرب بدول القارتين الأفريقية والأوروبية ودور المملكة في مواجهة الإرهاب واستهل ابن عيسى الحوار قائلا بداية أشكركم على هذه المبادرة الكريمة بإجراء هذه المقابلة السحفية معي متمنيا لجريدتكم الغراء المزيد من النجاح والتوفيق وسعدت وتشرفت بتقديم أوراق اعتمادي لسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حيث كانت فرصة طيبة لأنقل لسموه تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأخيه سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وكذلك لسموه وحرص جلالته الكبير على الرقيب علاقات البلدين بما يستجيب لتموحاتهما وتطلعات شعبيهما الشقيقين وعن نتائج مباحثات وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة قال ابن عيسى تعتبر مثل هذه اللقاءات فرصة لتقييم مستوى العلاقات الصنائية والمراحل التي قطعها البلدان في تنفيذ مختلف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقع بينهما وفرصة أيضا للتباحث بشأن السبل الفضلة الكفيلة بالدفع بي علاقاتهما إلى مستويات أعلى تستجيب لما يتطلع إليه البلدان وعن العلاقات بين البلدين قال علاقات البلدين أصيلة ومتجذرة يتطلب استعراض محطاتها وقتا طويلا ومجالا أوسع لكن يكفي استذكار بعض أوجه الدعم المتبادل بين البلدين منذ الستينات القرن الماضي للوقوف على مدى عمق وعرقة الروابط التي تجمعهما وفي موضوع مواجهة الإرهاب قال أبن عيسى إن التئام الاجتماع الوزاري لهزيمة داعش في المغرب ولأول مرة في أفريقيا يعني أن المغرب يحظى بثقة وتقدير المجتمع الدولي بفضل الجهود التي يبدلها في محاربة الإرهاب سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى التعاون الدولي وأمام تعظم خطر الإرهاب والتعصب الديني دع المغرب دائما إلى رد المتعدد الأطراف يعزز التضامن والأخذ بزمام الأمور والإدماج من خلال تقاسم المعلومات وتعزيز القدرات وتكوين رجال الدين ولدى سؤاله عن علاقة المغرب بدول الجوار الأفريقية والأوروبية أجاب أبن عيسى من منطلق موقعه الجغرافي المتميز كجسر يربط أفريقيا بأوروبا فأن للمغرب علاقات خاصة مع هاتين القارتين في الماضي والحاضر انتلاقا من مبادئ سياسته الخارجية القائمة على حصن الجوار والتضامن والشراكة فبالنسبة لأفريقيا يعتبر المغرب جزءا منها وجذره تضرب في أعماق القارة وقد بنى المغرب عبر القرون علاقات تعاون وطيدة مع الشعوب الأفريقية وتواصل مستمر على المستوى الروحي من خلال نشر المذهب المالكي وأيضا على مستوى المبادلات التجارية كما أشهد السفير في ختام الحوار الصحفي بقيمة ومستوى وتميز جريدة السياسة كمنبر أعلمي رائد تحت الإشراف الموفق لرئيس التحرير العميد الأستاذ أحمد عبد العزيز الجار الله متمنيا له بهذه المناسبة على المستوى الشخصي موفور الصحة والعافية والهنى وعلى المستوى المهني اتراض التوفيق والنجاح والتألق اشتركوا في القناة